السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت لكم نموذج أسئلة أحياء للصف الثالث متوسط كتبت 8 أسئلة ليس مرشحات وإنما نموذج من السنوات السابقة لأن إذا مرشحات لازم هو يأكتب فرح أكتب منه هجي نماذج بس الأسئلة الوزارية سؤال الأول عرف ما يأتي أولا الفتحة البوابية هي الفتحة السفلة للمعدة والتي تصلها بالاثنى عشر عشري عليه عضلة عاصرة بوابية تمنع رجوع الغذاء من الاثنى عشر إلى المعدة اليافوخات هي فراغات بين العظام وتكون غضروفية ليفية توجد في جمجمة الطفل وبذلك تختلف جمجمة الطفل عن جمجمة تختلف هذه تختلف متختلف تختلف تختلف جمجمة الطفل عن جمجمة الإنسان البالغ لتسهيل ولادته الأنزيمات مواد عضوية معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة وظيفتها المساعدة في إنجاز وظائف الجسم مثل الهضم وأفراز اللعاب الأطفال الخدج هم الأطفال الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة ما لم يصفوا في أسرة خاصة وعناية طبية لفترة من الوقت القنوات الهلالية هي تجاويف لثلاثة أقنية تقع في مستويات مختلف مختلفة تشبه أنابي مقوسة الشكل موجودة في الأذن الداخلية في المنف وخلايا حسية مهدئية أخذوا لها صورة يلا عيني هذه الورقة الأولى حتى خليكم تأخذوا لها صورة سؤال الثاني املأ الفراغات الآتية تقسم عدد عظام القحة لا مو تقسم عدد عظام القحة في ثمان عظام وعدد عظام الوجه 14 عظما القلب عضو عضلي مخروط الشكل موجود في القفص الصدري بين الرأتين يولد الأطفال الخدج في الشهر السادس النطف هي خلايا حاوية على نصف العدد على الأصل من الكروموسامات التي تتحد لاحقا مع الخلايا الأنثوية سؤال الثالث ما المسؤول عن تغليف وحماية نهاية العظام الغضاريب المحافظة على مستوى السكر بالدم هرمون الأنثورين أفراس الثيروكسين الغدد درقية ترطيب العين غدد دمعيا سؤال الرابع اختر ما بين الأقواص الردها الخلفية للعين مملوئة بسائل يسمى السائل الزجاجي لو المائي لا الزجاجي غدد تقع أسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها واحد سنتيمتر النخامية لو الكضرية النخامية يعد مفصل فقرة الأطلس من المفاصل المحورية لو الثابتة الثابتة يلا عيني أخذوا لها صورة خاطر ننتقل إلى بقتلنا ورقتين على ما أظن أي ورقتين زيد سؤال الرابع ارسم مع التأشير واحدا من ما يأتي يعني يطونك رسميا وانت تختار واحد المظهر الخارجي للعظم ولامعاء الغليظة في الإنسان سؤال الخامس علم ما يأتي ولادة توائم غير توائم غير متماثلة بسبب نزول بيضتان من المبيض ويتم الأخصاب في الوقت نفسه المصاب بقصر البصر يرى الأجسام البعيدة غير واضحة بسبب زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين يجب فحص مجاميع الدم قبل الزواج لأنه عند اختلاف مجاميع الدم للزواج للزوج أو الزوجة يسبب تهديد لحياة الجنين واحتمال موته وجود الشعيرات والأخشية المخاطية والأوعية الدموية في بطانة الأنف وذلك لمنع دخول الأتربة المصاحبة للهواء وتعمل الشعيرات الدموية على تدفئة الهواء المار إلى الرئتين يلا عيني اخذوا لها صورة سؤال السادس يقول لك تؤثر على التئام الكسور العظام عوامل عديدة اذكر خمسة فقط أولا العمر أولا العمر أو نوع الكسر والغذاء والتداوي والجبيرة وموضوع الكسر سؤال السابع عدد أقسام لامعاء الدقيقة الثلاثة الاثنى عشر والصائم واللفائفي ما الفرق بين الأطراف العليا والأطراف السفلة للجهاز الهيكلي طبعا أنا بس عددتها أنتم لازم تعرفون أو كل واحد يجقدي العظام مالت الأطراف العليا والسفلة الأطراف العليا تألف من العضد والساعد واليد والأطراف السفلة تتألف من عظم الفخض وعظم الساخ وعظم القدم هاي عيني إن شاء الله تستفادون من هذا النموذج وإن شاء الله بعد أكتبكم بعد نماذج وبالتوفيق يا ربي